موسيقى مجلس النواب هذو ما ما عندهم حتى صلاحيات أنا نأكد لكم أنه هذا كلم غلط مجلس النواب عنده العديد صلاحيات في الميدان على الساحة الجهوية عضو مجلس النواب لازم يكون حاضر متواجد في المنطقة متاعه بشي حل مشاكل المتسكنين في المنطقة متاعه مثلا احنا توا قادمين على فصل اشتاء هل من المعقول في سنة تلفين اثنين وعشرين والثين تلاث وعشرين كل ما تصب شوية متر الناس كل تهرق هل من المعقول أنه تواعنا العودة المدرسية المكاتب ما همش حاضرين الاسادة ما همش موجودين هل من المعقول في المنطقة متاعنا يكون فما نقص في الحليب نقص في التزويد هذا الكل عضاء مجلس النواب وعضاء مجلس النواب في كل منطقة متاعه لازم يكون هو نقطة الوصل بين السلطات المحلية وسلطات المركزية باش يحاول ينقص من صعوبات المعيشة غلال المعيشة مثلا عن مشاكل في الكرن الابيض في الصحة هذا على الصعيد الجهوي على الصعيد الوطني عضاء مجلس النواب عندهم مهام كبيرة عن مثال مهمة إصلاح المنظومة التربوية وما أدراكم المنظومة التربوية عن مشاكل كبيرة في التربوية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني لدينا مشكلة في التشغيل لأعضاء مجلس النواب باش يحاولوا يصلحوا منظومة الاستثمار الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي لدينا مشاكل كبيرة نحاول نصلحوها مثلا في قانون الصرف اللي هو عاخ كبير للاستثمار الداخلي الاستثمار الخارجي لازمنا عنا زادة منظومة الصحة لازمها تتصلح ولازمنا نرجعوا كيما كنا وأحسن ما كنا باش الناس الكل نجموا يتمتعوا بالمنظومة هذية يتمتعوا باسبيتارات وبالدويات اللي توا عنا مشكلة وهما مقطوعين في بعض المناطق عنا زادة كيف كيف فما إصلاح منظومة الفلاحة والإنتاج الفلاحي هذي لكلها مشاكل لازمها تتحل ومجلس النواب عنده برشا خدمة قدامه وشكرا وإن شاء الله نتقابله نهار 17 ديسمبر ونمثلكم أحسن تمثيل أنا مرشحكم سامير فوراتي عند دايرة كارتاج المرسى أنا من الناس اللي فرحوا واستمشروا بمسار 25 جويلية 25 جويلية اللي اقطع مع منظومة الخراب منظومة العشرية الأخيرة عشرية الإسلام السياسي عشرية التدمير والدمار عشرية الخراب عشرية الاغتيارات السياسية عشرية تفقير تفقير تونسيين وتونسيات 25 جويلية رجعت لنا حلمتنا اللي حلمنا بها رجعت لنا تونس الحرية تونس العدالة تونس الديمقراطية تونس اللي تقطع مع الفساد والفاسدين وحكم المافيات تونس النزاهة والسيادة الوطنية لهذا قررت الترش عن هذه الدائرة دائرة كارتاج المرصى باش المثل جيهتي في مجلس نواب في مجلس نواب خلاف المجلس السابق اللي تميز بترذيل العمل السياسي وبالعبث مجلس نواب يكون أساسه خدمة الشعب والبلاد يطور تشريعات ضامنة الأمن اجتماعي استقرار سياسي جاذبة الاستثمار الداخلي والخارجي تشريعات تفعل الاقتصاد التضامن الاجتماعي ضمن اقتصاد وطني خالق للثروة قائم على العدالة في توزيحها بين الجهات والفئات تشريعات تفتح أفاق لتشغيل الشباب وتخلي شبابنا يعتز بوطنه ويعتز بانتمائه لبلاده ويخرج من عقلية الحرقة والهجرة نعرف الوضع صعيب والمهمة صعيبة لكن بالإرادة والعزم والأمل نجم ونمنعوا بلادنا ونسدوا منافذ العودة إلى الوراء أنا عاقد العزم ومن غير خطاب خشبي ومن غير بيع الأوهام أني نخدم جيتي ونطرح مشاكل مواطنيها في كارتاج والمرصة في المرصة الشاطئ ومرصة المدينة في بوسلسلة في حي الربيع في البحر لازرق في جم مارت في كل أحياء الدائرة المشاكل كثيرة ومتعدة من بينها النظافة التصرف في النفايات البنية التحتية من ماء وكهرباء وطرقات الحفاظ وسيانة أثار بلادنا وحضرتها خاصة في جهة كارتاج جهتنا هي خارجة سيدي بوسعيد الباجي هي المرصة وبحراتها هي النجمة الزهرة وحفلاتها هي كارتاج ومسارحها هي الفاضل بن عشور اللي علمنا ديننا دين التسامح ودين المحبة لا إرهاب ولا غلاق ولا اعتداء على معالمها كيف اللي صار في العبداللية يدينا في دين بعضنا نحافظ على جهتنا ونخرج ببلادنا إلى بر الأمان وشعارنا في ذلك لا نبيع وهما ولا نشتري ذمما ندعوكم باشتصوتوا بكثافة المرشحكم سامير فوراتي يوم 17 ديسمبر اشتركوا في القناة